شارك معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في أعمال القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ والمنعقدة في مدينة أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وبمشاركة كوكبة كبيرة من المسؤولين وممثلي الأديان والأكاديميين والخبراء في مجال البيئة وتبحث القمة على مدار يومين التحديات المناخية وتوحيد الجهود وتفعيل المشاركة في العمل المناخي وأشاد معاليه بالجهود الكبيرة والمتواصلة لدولة الإمارات في دعم ومناصرة القضايا الإنسانية العالمية وتعزيز أطر التلاقي والتفاهم وبناء جسور التواصل بين جميع البشر مؤكداً اعتزاز مملكة البحرين بالتنامي المضطرد والوثيق لعلاقتها الأخوية الراسخة مع دولة الإمارات الشقيقة بفضل الرؤى الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظهما الله وأوضح معاليه أن هذه القدمة العالمية تعتبر ملتقاً نوعياً هاماً لتبادل الأفكار والتجارب ومبادرة رائدة لإشراك القيادات الدينية في مناصرة قضايا المناخ تأسيساً على القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية التي تحث على حماية الأرض ورعاية المصالح العامة مؤكداً أن الدين والقيم والأخلاق تعتبر أساساً صلباً وفعالاً في دعم القضايا العامة من خلال المواءمة بين الضمير والتوجهات العملية